اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان يقوم الانسان وقد وفد وفد ثقيف الى رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقام لهم وقد قال العلم رحمهم الله هناك قيام الى الشخص وقيام للشخص وقيام على الشخص تختلف باختلاف حرف الجر الاول قيام ايش اليه والثاني قيام له والثالث قيام عليه اما القيام فانه سنة اذا كان الذي قمت اليه اهلا لذلك مثل ان يدخل رجل فتقوم وتقابل وتصافح سلم عليه هذا سنة لمن كان اهلا ودليل ذلك قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه حين قدم من المدينة الى مكان بني القريرة فلما اقبل قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قوموا الى صاحب كم واما القيام له فهو الذي سمعتم ان الاولى عدم اعتياد الناس له وان الانسان اذا دخل يجلس حيث ينتبه المجلس لكن اذا اعتاده الناس وكان في تركه شيء من المفسدة او حمل القلوب على الداخل فليقم ولا بأس الثالث القيام عليه فهذا منهي عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى انه لما صلى ذات يوم جالس وقام الناس وراءه يصلون قياما اشار اليهم ان يجلسوا وقال لا تفعلوا كما تفعل الاعاجم على ملوكها يعني تقوم على الانسان الانسان اذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين واغارة للمشركين فان هذا لا بأس به كما مثل ذلك اذا قيم على الرجل خوفا عليه فيكون في هذا حراسة فهذا ايضا لا بأس اما اذا قيم على رأسه تعظيما له فان هذا لا يجوز نعم